اشتركوا في القناة حسنا نبدأ التمرين الأول يقول ضع حرف أمام الجملة الصحيحة وحرف ثم تحقق من أجوبتك من مفتاح الإجابات المعطاة بالأسفل هذه الإجابات معطاة هنا لكن نريد أن نعرف لماذا الجمل خطأ أصلا فلما يقولي It's so noisy right now دائما لازم تحقق الفعل والفعل الموجودين اللي هم الأساس الجملة It is هذا فعل وفعل وبما أنه يقول right now فهي is صحيح مش لازم يقول it was مثلا ويتحدث عن الحاضر فهذه الشطر هذا صحيح ثم يقول Everyone shouting and making a lot of noise in the holes كل واحد جالس يصرق ويعمل إزعاج في الممرات أو القاعات أين السبجك Everyone أين الفعل shouting طيب هذا الفعل لماذا أعطيته ing كيف أعطي لفعل ing بدون ما يكون معه فعل كون يجب أن يكون هنا فعل كون is, am, are, was, where واحد منهم مش معظين يفعل الكون إذن يجب أن أصحح الجملة ما هو التصحيح is لماذا is لأنك جالس تتكلم عن الحاضر Everyone is طب ليش is مو are Everyone يعني كل واحد نعم كل واحد هذه تعاملة معاملة مفرد باللغة الإنجليزية لا تقول everyone are قل everyone is أو everyone was بالماضي زمن هنا حاضر فسوف نكتب هكذا الجملة الثانية I haven't been in this town for long كويس نقطة I just get here two weeks ago لم أكن في هذه أو لم آتي إلى هذه القرية منذ زمن بعيد استخدم التام للتعبير على أنه يعني من الماضي إلى الحاضر لم يزور هذه أو لم يكن في هذا المكان إذا أنه أربط الماضي بالحاضر يجوز أن يستخدم الزمن التام فهذه الجملة صحيحة موجودة الموقعينات الأساسية subject والverb والزمن جيد ثم يقول I just get here two weeks ago آتي إلى هنا من أسبوعين ماضي شايف إذا ترجم من صحيح ستكتشف الخطأ كيف يعني آتي بعدين من أسبوعين لازم يقول أتيت وأقو تدور على simple past لازم يقول I just got I just got here two weeks ago أتيت إلى هنا من أسبوعين number three I am really glad you to come to my hometown next year يقول أنا سعيد حقا لك أنك أشوف لك أن تأتي إلى مدينة السنة القادمة طيب شو هذا you to come ليش أجيب هنا infinitive بعد you إذا هنا أنت عندك I am really glad هذا subject verb وتتم ثم يطلع لك subject ثاني طبعا شو تقضي الكلام I am really glad ذات الذات محذوفة هاي حتأخذوها بعدين هذي كيف الذات نحذفها I am really glad ذات الحين هنا جملة داخل جملة subject فين كيف أجيب بعد مصدر هذا مصدر ليس there طيب هو ماذا يريد يعني عندي next year تدلع على المستقبل فلازم تجيب هنا مستقبل هنا I am really glad that you are going you are going نحط هنا نحط هنا you are going to come إذن هكذا يصبح الكلام أدخل هنا are يعني علامة الماضي are going with two with two معطني I am really glad that you are going to come to my أني سعيد بأنك سوف تأتي إلى بلدتي السنة القادمة أربع why were you deciding to become a nurse لماذا كنت تقرر أن تصبح أو أن تصبح ممرضة لماذا كنت جالس تقرر لماذا كنت جالس تقرر هكذا نقول لماذا قررت مباشرة لماذا استخدم الماضي المستمر الماضي المستمر استخدمه لي وصف لحظة معينة في الزمن الماضي أنت لا تصف لحظة معينة سألوا بشكل عام لماذا قررت المعنى لا يستقيم أن تقول لماذا كنت تقرر أن تصبح ممرضة لماذا قررت وانتهينا لا يجد هناك داع وهنا هذا يرجع لأصل الفعل بعد يرجع لأصل يقول هما يقول أنا في أستراليا للثلاث أشهر الماضية هذه علامة تترافق كثيرا مع الحاضر التام لماذا تجيبها في في السيمبل بريزنت أنا موجود في أستراليا لو قلت نقطة انتهى كويس أما لما ربطت الماضي بالحاضر فأنا لازم أروح على البرفكت طيب كيف أسوي بيرفكت دخل هنا ماذا ستدخل الهاف ليس كذلك الآية تأخذ هاف والهاف لما تدخل على الفعل الرئيسي بتصير تصريف ثالث إيش التصريف ثالث من الفعل بي هو بين فصار كذا صحيح أي تايم خلال هذا الوقت أي وقت اللي انت قضيت في ثلاثة أشهر في أستراليا فعلت أشياء كثيرة ورأيت أماكن كثيرة ليش رحت على الباست بيرفكت انت استخدمت هنا بريزنت بيرفكت وبعدك تتكلم عن نفس الموضوع فتقول I have I have done many things وهذا تصريف ثالث وهذا معطوف عليه لازم أعطف على تصريف ثالث ما هو التصريف الثالث من So وهي السين لماذا أذهب للماضي لا يوجد شيء يدلنا على الماضي استخدمنا الزمن الحاضر التام إذن نستمر به حسنا By the time I graduate from college عندما أتخرج من الكلية I will have taken out several student loans يعني يقول ما أن أتخرج سأكون قد استهلكت أو استخدمت العديد من القروض القروض الطلابية حسنا By the time إحنا شفنا هذه صيغة By the time أنت تتحدث عن ماذا ستكون قد فعلت في المستقبل وهذا الزمن اللي هو المستقبل البرفكت فصحيح هذه صيغة تترافق مع كلمة By the time يعني يقول في الوقت الذي أتخرج به سأكون قد فعلت كذا وكذا إذن لا تغيير عليها صحيحة السؤال أو التمرين الأول complete the sentence with any appropriate tense to the verse إذن هذا هنا تبدأ التمرين الآن يقول لي يعني التشابترات اللي راحت كان يركز على زمن واحد معين هنا الآن الجميل في هذا الشابتر أن الأزمنة تبدأ تتداخل وهنا يبدأ الطالب يعني يختبر قدراته في الأزمنة فالآن غير زمن الفعل المعطى لك إلى الزمن المناسب ماليا 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 شوه العنوان ماليا's busy schedule يعني جدول ماليا المزدحم ماليا هي زميلتي في فصل مادة المحادثة صحة تابير أو القاء الخطابات speech class مادة القاء الخطابات she study speech this semester سيقة this semester يعني أنت تصف أو this year أو this month أو this week أنت جالس تصف شيء تقوم به باستمرار خلال هذه الفترة فالصيقة المناسبة هي ماذا هي الحاضر المستمر لأنك تصف لنا ماذا ستكون منهمكا بفعله خلال هذا الفصل كأنك ليل النهار مستمر خلال هذه الفترة وأنت تعمل هذا الشيء فتقول she is studying وممكن تكيفها تكيف آخر ما هو التكيف أنه الآن إحنا في بداية السمسر وإنت بتتكلم عن شيء يعني خططت له تريد أن تفعله خلال هذا السمسر هذا الفصل فأيضا المستمر يعطيك المستقبل المخطط مستقبل الخطط ليس كذلك لما درسنا ذلك في مثلا صيغة going to هي استمرار وتدل على الخطط وصيغة الاستمرار نفسها تدل على الخطط فممكن تقعيدها أو تكيفها من وجهين إما أن تقول هو مستمر في فعل هذا الشيء طوال فترة السمسر أو أنت تتحدث الآن في بداية السمسر وهي خطة لك على يعني من هنا حتى ينتهي السمسر فالزمن المستمر مناسب هنا في هذه الحالة ثم يقول شيء وعطف some other night classes إذن هي تقوم بشيئين في هذا السمسر شو اللي يعرفني لما قال also إذن هو عاطف عليها فالزمن سيستمر نفس الشيء فستقول she is also taking she is also taking ولاحظ أين أدخلت also أدخلت also بين فعل الكون والفعل الرئيسي ولا يجلز أن أقول she also is taking ولا أقول she is taking also لا الأدفرب يدخل بين فعل الكون والفعل العادي she is also taking some other night classes كمان عندها مقررات أخرى her classes at six every evening every evening هذا يعني نظام عادة متكررة دروسها تبدأ فهنا ننتقل مين للsimple present والsimple present بنتبه للsubject verb agreement classes جمع فبقول begin ما بقول begins ودروسها تبدأ الساعة هذه عادة شوف هنا انتقدنا للحديث عن العادة أو جداول أشياء مجدولة فبروح على simple present هنا yesterday malia woke up لا يزال يحدثنا عن مين عن ماليا إذن أعطانا فكرة إيش بتدرس وكيف نظامها وبرنامجها اليومي ثم يقول بالأمس yesterday malia woke up هو قال لي بالأمس إذن هنا صار انتقلنا إلى الزمن الماضي woke up هذا simple بص بلك مثلا بالأمس استيقظت الساعة خمسة صباحا she inhale alarm clock نقطة هو نقلني للماضي هو نقلني للحديث للماضي استفتح فيها الجملة هذه استفتح فيها بالماضي يعني يقول لي يلا نقلناك للماضي الحين أمس صحية الساعة خمسة كويس هل هل إشارة تدلك أنه انتقل للحاضر لو كملنا الكلام هنا لا طلعت لك time close و time close لازم الزمن في الشطرين يكون متكافأ يعني ماضي مع ماضي حاضر مع حاضر أو حاضر مع مستقبل فإحنا هنا في الماضي إذن أول شيء سنقول أنه هي استيقظت الساعة خمسة بعدين she got up already when her alarm clock ring يعني ما يعني كيف المعنى أو تخيل المعنى تريد أن تقول أنه هي استيقظت ليس كذلك وعند already يعني كانت قد استيقظت لما رن لما رن الجرس المنبه إذن فعلين في الماضي شو اللي عرفت من الماضي من هنا علامة الماضي هنا عندك فعلين كيف عرفت من من ربطت بين أمرين شو هما الأمرين استيقاظها ورن جرس المنبه مين اللي سبق نقول لي سبق الاستيقاظ شو اللي عرفني قال already يعني استيقظت ماذا لما رن عند لما كانت قد استيقظت يعني سبق استيقاظها الجرس الجرس المنبه فحدثين في الماضي أحدهما سبق الآخر الذي يسبق يكون ايش عشان اوضحه للقارئ بال past perfect فأقول هنا شو ال past perfect had ما عندي الا had she had already gotten gotten لتصف الثالث اب اذا كانت قد استيقظت عندما هنا بكون simple past rank اذا هذه قاعدة لما زمنين يحصلوا في الماضي بس من او مش من يعرف واعرف مين الذي حصل قبل الآخر الذي حصل قبل الثاني وكلاهما في الماضي اللي حصل في الاول يجي past perfect وهنا نفس الموضوع هنا يجب انه ادخل الاد verb بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي وتصريف get هو gotten she had already gotten up when والثاني يكون اللي حصل بعده يكون بالsimple past ممتاز ثم يقول ماليا at the mall during the day لاحظت كيف يعني يعطيك اشعار بالزمن عشان ما تقول ضايع وكيف اعرف الزمن هكذا يستفتح لك ويجيب لك كلام آخر يدلك على الزمن اشعر الشجر اشعر يشعر بخز اشعر يشعر والد صلح